بعد 8 سنين على اختفاؤه العصور على رفاة شاب بمياه مصرف بالمحلة تمكنت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن الغربية اليوم من انتشال جثة شاب متحللة في نهاية العقدة الثالث من عمره في مياه مصرف بنطاق عزبة الترزي بقرية بشبيش التبع للمحلة الكبرى كشفت مصادر أمنية أن جثة الشاب متحللة وكان مختفي من 8 سنين وما تبقى من جسده رفاة الجمجمة وبعض أشلاء من جسده وتم نقلها بوسط السيارة إسعاف لمشرحة مستشفى المحلة العام وتعود أحداث الوقعة لما الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت اختار من عمال إدارة الصرف يفيد أنهم أثناء تشغيلهم كرقات للتطهير أحد المصارف أعثروا على رفاة جثة وبقايا عزوم وأفادت مصادر أمنية أن أهالي العزبة أكدوا أن قصة الشاب المتغيب محمد رضا عبد العزيز 30 سنة كان عاملين له محضر من سنة 2015 باختفاءه في نفس المنطقة لشهدة مكان العصور على الرفاة وبقايا جثمانه اللي تحلل بعد مرور 8 سنين على الوفاة كما تم اختار قصة الشاب وتبين أنهم مقيمين بالقرية محل البلاغ بسؤال أهلية الشاب أكدوا أنه ابنهم اختفى من 8 سنين بمحل البلاغ التي تم العصر على الوفاة بها بأحد جانبين الترعة ورجح أن تكون الوفاة والجمجمة هي جثة ابنهم المختفي طبعا إدارة البحث الجنائي تتحرى عن ظروف ملابسات الواقعة ويحرروا محضر بالواقعة واخترة النيابة العامة للتحقيق والأمر بتشريح الجثة وضفنها وأي جديد لمعرفة أسباب الوفاة وهي جنائية ولا مش جنائية أبقلكم عليها اشتركوا في القناة